السلام عليكم ورحمة الله واللي أعلن فيه تطبيق المادة 102 آخيرا يتبق حل متأخر جدا وجزئي جدا طبعا كنا ذكرناهم منذ سنوات أن تطبيق المادة 88 كان يجب أن تطبق اللي هي اليوم المادة 102 كان يجب أن تطبق في 2013 في ماي 2013 عندما كان بوتفليقة في حالة ما بين الحياة والموت في مستشفى عسكري فرنسي آنذاك كان يجب أن تطبيق المادة 88 اللي تسمى اليوم المادة 102 بعد التعديلات اللي قاموا بها إذن رد الفعل الأولي والمباشر نحن نعرف جيدا ما نريد والشعب يعرف جيدا ما يريد وهو الآن المادة 102 تجاوزها الوقت تجاوزها الفتى الحال المادة 102 لو طبقت في 2013-2014 حتى قبل 22 فبراير 2019 كان ممكن كان ممكن لكن بعد ما خرج الشعب بعد ما خرج الشعب وأنتم وقاعدين تحكموا باعترافكم أنتم برجل شبه ميت يعني هذا أنت على الارندي ناطق الرسمي اسم الارندي قال كانت مجموعة غير شرعية وغير دستورية تحكم باسم الرئيسة اعتراف من ثاني أكبر شخصية داخل الارندي في حزب الإدارة حزب قويحية وحزب المخابرات قبل 22 فبراير كان ممكن المادة 102 بعد 22 فبراير فات هالحال 102 الشعب الآن يطالب ترحلوا يعني ترحلوا وترحلوا وقع تتنحى وقع والنظام يجب أن يرحل ويسلم الأمر للشعب لأنه وش معنى تطبيق المادة 102 تطبيق المادة 102 معناها يجيبوا الآن بن صالح اللي يسموه رئيس مجلس الشيوخ ولا رئيس مجلس الأمة يحطوه 90 يوم وفي هذا 90 يوم يجيبونا واحد من توحم سواء يخرجونا من الأرشيف أو يخرجونا من مكان آخر اللي ترضى عليه القوة الخارجية والدولات الخليج ولا رأسهم الإمارات اللي رأي تلعب دور رئيسي وتحرك الأمور بدور رئيسي بكل أسف وألم ولينا تحت أرجل دولات مش فقط تحت أرجل إمبراطوريات والاستعمارية معناها يعودوا يجيبونا واحد يعودوا يجيبونا واحد نتاحه 90 يوم وش معنى 90 يوم؟ تطبق اليوم يطبق المادة 102 اللي يوم شحرنا أو غدوة اللي يمرنا 26 مارس معنى 26 عفريل ننتخبو في واحد من أبناء العصابة هذا هو اللي رح نكون مطروح حتى لو ما كانش يظهر أنه من أبناء العصابة حتى لو جابوا واحد من قبل وما كانش داخل وما كانش يظهر إلى آخره راح يكون النظام يجدد نفسه وهذا اللي كنا حذرنا منه وهو أن النظام يجدد نفسه نحن لا نقبله ولن يخدعنا قد يخدع البعض هذا الموضوع قد يخدع البعض تطبيق المادة 102 الآن لها ضرر وضرر شديد فات الحل هذا كما يجي يصوم نهار العيد الصيام في رمضان واجب الصيام في نهار العيد موش فقط موش واجب حرام المادة 102 تهت المادة 102 هي إعادة لإنتاج النظام ولذلك الشعار هو رحيل يجب أن ترحل العصابات وجنيرالات البلاد يهتمون بإدارة البلاد حتى هذا كونه قيد صالح طبعاً احنا كنا عارفين عارفين أن الجنيرالات من يحكم وهم قلب النظام كونه هو اللي يصرح هذا يعطينا مرة أخرى من يحكم في البلاد اللي كان عندهم شك ولو واحد في المئة أو واحد في الألف أو واحد في المليون ها هو يبان من يحكم في البلاد كالمفروض اللي يصدر هذا القرار هو المجلس دستوري لو كان صح كان مجلس دستوري مش مزلش متاع العلف متاع الفاسدين المفسدين أو في أقل حالات كالمفروض ما يسمى برئيس الحكومة أن يعلن عليها نائب وزير الدفاع الجنيرال جايد صالح فهذا تثبيت لأن الحكم عسكري وأنه هو قلب السلطة كما كنا نقول دائماً وكانوا البعض يعتقدون أننا نبالغ عندما نقول الجناتهم وحكمنا طبعاً أنا عارف هذا وأنا شخصياً كنت طالب للجايد صالح باتخاذ القرار الصحيح لكن ليس هذا هو القرار الصحيح الجايد صالح هذا ليس هو القرار الصحيح هذا تلاعب وهذا إعادة لإنتاج النظام وهذا ريسيكلاج لكم وهذا غير مقبول والشعب سيخرج ويقول أنه غير مقبول قد تخدعون 10% قد تخدعون 5% قد تخدعون لكن الحقيقة هو أن تطبيق المادة 102 ليس هو الحل إنه خداع ومخادعة كبيرة جداً ولن يقبلها الشعب تصدقني الأغلبية الغالبة من الشعب لن يقبلها حتى 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 ولو قبلوها بعض الناس إما لأنهم يشعروا بأن هذا الموضوع بدأ يولي متعب بالنسبة إليهم أو لأنهم جماعة كما يسموهم الفرامجية وجماعة الكاشير فهذوك موشهم اللي مثله الشعب الجزائري الشعب الجزائري خرج لتغيير نظام تغيير جوهري تغيير كامل تغيير شامل في سياساته في سلوكياته في أفعاله في شخصياته في كل شيء أما نعود نولو اللاكاس دي بار نعود نول المربع الأول لنتعي عادة نتاج النظام هذا لن يكون قمت بها عدة مرات خادعته في الشعب عدة مرات هذا لن يمر بإذن الله ولذلك نحن نقول لك أنك تأخرت وتأخرت جداً تطبيق المادة 102 كان ممكن قبل 22 فبراير وكان أمامكم فرصة كبيرة جداً ولكن قاعدتوا تتلاعبوا وتخادعوا إلى آخره واليوم بعد أكثر من 33 يوم من بداية الانتفاضة المباركة والحراك المبارك تريدون أن تأتوا بخداع هذا لن يمر بإذن الله حياكم الله إخواني سأعود إليكم حول هذا الموضوع كلما كانت هناك واجب أو ضرورة لتبيان شيء معين السلام عليكم ورحمة الله